السلام عليكم معكم كريم اهلا 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 بجميع اهلا بكم جميعا لانكم كده قاعدين هادين فاقود نانات العروم في هويد الليل نتكلم كده بهدوء وبروية وبعقل وببساطة عن بعض الامور وان شاء الله كده هنبقى نعمل لكل روم ستايل معين كده واسمه معين في رومات الصباحية بتاعتنا بتاعت صباح الخيرات وروم في هويد الليل وبجانب السلاسل بتاعتنا وهكذا يعني هنبقى نعمل لكل فترة روم معينة كده ننقش فيها بعض الامور لحد ما نقدر يعني نصك معايد معاينة وتبقى معايد سابتاني ونحاول نستفاد من البرنامج ده داي ونبدأ ان شاء الله طيب بما اننا في برنامج حوارات يعني احنا مفهوض جايين هنا علشان نتحاور او نسمع حوار حاجة متنين يا ابن نتحاور يا ابن نسمع حوار فمحتاجين نعرف هو الحوار ده ليه ومقاربه ليه بمعنى احنا احتياجاتنا منه ايه وبنعمله ليه وغياتنا منه ليه سواء احنا كدخلين ومستمعين او متحدثين هنذكر الهدف الرئيسي اللي في الغالب الشخص بيتصوره من الحوار تواقه هو داخل يتناقش او هو بيستمع للحوار وفي الغالب المستمع الطيب الغالبان البسيط بيظن ان ده الهدف من اغلب الحوارات فحبينا في الروم دي نوضح ان فيه مقارب كثيرة للحوارات مش مقرد هدف واحد او احتياج واحد او سبب واحد للحوار ويعني يخطئ من يعتقد ان كل واحد داخل يتحاور هو جاي يتحاور علشان السبب البسيط اللطيف الجميل اللي احنا نقوله في الاول اللي هو السبب حسن النية يعني اللي هو بيكون موجود في الاول يخطئ من يعتقد ذلك مهم جدا انت بعارف ان الاشخاص منهم من يريد الخير ومنهم من يريد السوء مهم جدا ان تعرف ان الاشخاص متنوعين جدا وان الافكار السيئة الجير نافعة التافهة الضارة الخاطئة يليها متبنيين الافكار الخاطئة فكرة ان انت تفترض ان مستحيل حد يتبنها او اي فكرة عن متن تفترض ان مستحيل حد بيكون بيتبنها لا عادي أي فكرة هتقدر تلاقي شخص يتمنى وبالتالي أي مقربة أو مقرب من مقارب الحوار اللي احنا هنقولها وارد جدا يكون شخص يتمنى هذا المقرب أو هذه المقربة ويهي بيستهدفها من الحوار بتاعه والحوار أو تضع للحوارات هنا أو قد يكون دخوله كمستمع وإن كان ده يعني بالغلب مقربه بتبقى أقل بكثير يعني هو بيستهدف حاجة غير الحاجة اللي في زهنك فوجب لنا التنويه والتنبيه وتوضيح للناس إن قد يفيه أهداف كتيرة جدا للحوار غير الأهداف البسيطة اللي انت تظنها أو تتخيلها أو تتصورها وإن واجب عليك كإنسان ناضج ويعي حكيم كن عارف مقارب الحوار المختلفة من شواهد كتير أنا عيشتها وعصرتها ووجهتها في بعض الحوارات وما كنتش علامها الحقيقة قبل النقشات كنت أظن زيك كده إن النقشات حاجات لطيفة بريئة لطيفة لريفة تستهدف يعني حاجات معاينة جميلة هنقولها في الأول اللي هو الأهداف المعلنة يعني إلا إن اكتشفت بعد كده إن فيه مقارب كتير واكتشفت إن بجانب المقارب اللي ممكن ألحظها في بعض الحوارات سواء اللي خطها أو اللي تم الخوض فيها يعني من قبل ناس آخرين فيه مقارب كتير تانية أنت ممكن تفترضها وتتصورها وارد جدا يكون حد بيحتاج هذه المقارب أو هذه الاحتياجات أو هذه الغايات من دخوله للحوارات أو دخوله البرامج الحوارية عمتا سواء هنا أو على اليتيوب أو حتى في التلفزيون أو في أي مكان في حوار أو في نقاش خاصة لو الحوار ده أمام ناس أو أمام مجموعة معانا من الناس خلينا نقول ونبدأ كده بسم الله يعني هو طبعا ممكن نبقى ناخد وقت حبة على بل ما نبدأ كلامنا بس ماشي خلينا نبدأ الهدف الأولاني اللي بيتصوره أي شخص عن الهدف من الحوار زي أي حوار أو أي نقاش احنا شرحنا قبل كده في علم المنطق اللي حابي يشوف الحالة بتاعة علم المنطق إن المنطق هدفه إن هو يصون الزهن على الخطأ في التفكير التفكير في الحقيقة هو مجرد حوار بينك وبين نفسك يعني التفكير هو بيبقى وكأنه نقاش بينك وبين نفسك قاعد بتفكر في حاجة معانا فالتفكير معناه الانتقال أو الكشف عن المجهولات باستخدام المعلومات إن أنا عندي أمر ما مجهول عايز أكشف عنه فأستخدم بعض المعلومات علشان أكشف عن هذا المجهول فلو قلنا إن الحوار هو كده إن أنا بتبادل المعلومات بيني وبين طرف تاني باستقي منه بعض المعلومات وهو بيديني بعض المعلومات وأنا بديله بعض المعلومات علشان نقدر نوصل لفكرة إن أقدر أكشف عن بعض المجهولات يعني حاجات ما كنتش عارفها أبدأ أعرفها فلو وصفنا الحوار بالشكل ده تبادل المعلومات معانا وبالتالي أنا بيجي لي معلومات والله لو عارفها أو تم تأكدها بالنسبة لي لو أنا مش عارفها فلا بيبقى أمر مفيد إنه كشف لي عن مجهول أمر ما كنت أجهله أصبح معلوم بالنسبة لي وأظن ده الوظيفة الأساسية أو الاستفادة الأساسية من أي حوار بل وبناء عليه إحنا عملنا حاجات كتير يعني بناء على إن فيه لغة وفيه كلام وفيه حوار طقينا معارف كتير وإدلنا نحفظ معلومات كتير وننقلها الأجيال بعدين يعني اللغة من العناصر مهمة جدا في المصار البشري أو في اختلاف البشر عن غيرهم من الكائنات واستفادتهم من هذه الخاصية ظاهرة يعني في حياتهم وفي أمورهم اليومية وفي تفوقهم عن باقي الكائنات فبالتالي الهدف الرئيسي اللي ممكن ييجي في ذهنك أو المقرب الرئيسي من الحوار والمقروبة يعني تقل بكذا سيغا الهدف الرئيسي أو الاحتياج الرئيسي من الحوار هو انتبادل معلومات للكشف عن المجهولات حتى لو أنا بتحاول مع نفسي وبتناقش مع نفسي وبتكلم مع نفسي يكون الهدف الرئيسي هو أن أنا عندي مجهولات في ذهني فعايز أكشف عنها باستخدام معلومات أخرى وقلنا قبل كده قواعد الحوار اللي تقدر تكشف فيه ده هو حوار بينك وبين نفسك اللي تقدر تكشف فيه عن المجهولات بشكل سليم وما يبقاش عندك جهل مركب يعني تظن ان انت تعلم شيء وانت لا تعلمه وانت تجهله في الحقيقة تظن ان انت عندك حكم سليم على شيء والحكم ده يبقى غير مطابق للواقع وبالتالي يبقى حكمك ده خاطئ وبالتالي يبقى عندك جهل مركب تظن انك تعلم وانت علمك ده خاطئ يعني لا تعلم فالقواعد دي قلنا ان هي اول قواعدة او اول علم عندنا هو علم المنطق وهو ده تعريفه انه هو يعسم الزهن على الخطأ يعسم مراعاته الزهن على الخطأ فده الفكرة طيب ده لو بتنقش مع نفسي فهستخدم بعض القواعد علشان ما اعشف خطأ معين والخطأ ده هو اننا بدل مكشف عن امر معلوم هعع في الجهل او مش هكشف عن واصل فاكيد هيبقى فيه قواعد للحوار التاني اللي بيني وبين شخص عشان يحقق نفس الهدف ده فقد نظر على القواعد ايه ممكن نبقى تناقش عنها بس مبدئيا اعرف ان فيه قواعد وفيه ملامح وفيه امور كتير جدا يقدر الى حد ما يتوريلك مقرب الحوار اللي انت بتنقشه او الغاية او الامر المستفاد من الحوار اللي انت بتسمع له او اللي انت داخل فيه وده امر مهم جدا علشان انت لو بتستهدف شيء ولو قدامك بيستهدف شيء تاني هتحس دايما ان فيه اشكال بس ان فيه فجوة بينكم هتحس ان فيه حاجة غلط وده حصل لي في مناقشات كتير في مناقشات كتير او نقدر نقول في بعض المناقشات يعني انا كنت بقى بداخل الحوار او النقاش وانا فعلا نياتي كده نياتي ان اكشف عن بعض المجهولات بعض الامور اللي انا ما علمهاش عايز اعلمها عايز اتفاد منها عايز افهمها الى اني كنت بقى اصدم في بعد مثلا نص ساعة او ساعة من الحوار كنت بقى اصدم تماما ان فيه حاجة غلط الطرف اللي معايا مش هدفه ده او من الواضح من طريقة كلامه انه لا يستهدف ده واكيد كاي حد عنده قدر من العقل حبتين او قدر من التفكير ويعتز يعني بعقله وبتفكيره يقدر الموضوع ده يظهر ليه وغض النظر بقى حكم سليم ولا بس يبدأ يظهر ليه ان الطرف اللي جاي مش جاي نقشني اصلا او مش جاي نتبادل المعلومات ونوضحه بتاع ده ليه مقارب تانية خالص ليه هدف تانية خالص من الحوار بتبدأ تدرك ده ويعني يا هنك لو قدرت تتدارك ده في النقاش يعني في بعض الاوقات بتبدأ تدرك ان اللي قدامك مش مقربه ولا هدفه من الحوار انه هو تبادل المعلومات للكشف عن المجهولات نحن نكشف عن بعض المجهولات فعلينا ونستفاد منها او نستفاد من الامر المعلوم ده في حياتنا الحقيقة لا هو ليه هدف كتير هنعد منهم ممكن عشر او حداشر هدف ممكن تلاقيه في الحوارات بغض النظر عن الهدف الاولاني خالص اللي هو والله هنتبادل المعلومات علشان نكشف المجهولات تكتشف ان فيه هدف كتير او ممكن تموجودة بالحوارات وظنك السازج البسيط حبتين طيب النية اللي كنت تظن ان كل الحوارات وكل الرومات اللي حوالينا دي هدفها هي تبادل المعلومات وتبادل الاراء والكشف عن المجهولات وان احنا نقدر نستفاد من كل واحد فينا يعلم اشياء وتغيب عنه اشياء فبيستفاد من الطرف الاخر قدر من التحصيل الحقيقة ان انت هتلاقي لا يمكن كتير من اهداف او مقارب الحوارات اللي حوالينا تدور حول مقارب اخرى وان بدأ او وان اعلن عكس ذلك او وان ابدو غير ذلك فدي اول حاجة لازم تدركها ان انت لازم ما تكونش طيب ان هي اوي حسنية ولا تكون برضو دايما حاسس بنظرية مؤامرة لكن تكون مدرك ان فيه اهداف كتير من الحوار ليس فقط تبادل المعلومات لو عايزين نعمل اعادة بسيطة كده بنقول مقارب الحوار ايه هل كل مقارب او اهداف الحوار او الاحتياجات من الحوار هي احتياجات سوية هي الاحتياجات المعلنة الواضحة هي احتياجات نافعة هي احتياجات قيمة ولا بيكونش احتياجات اخرى ويمكن هنعد عشر انواع من المقارب او الاهداف واكتر كمان اللي بتكون من الحوار وبعضهم انا عيشته بعضهم انا شفته المقارب الرئيسي او المقروبة الرئيسية أو الهدف الرئيسي زي الآية لما تقول لما سيدة موسى قال هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولا فيها مقارب أخرى فالأساس أن أنا أتوكأ عليها وبهش بها على غنم لكن كان فيه مقارب أخرى فإحنا عايزين نشوف هل الحوار المقرب الرئيسي أو المقرب الرئيسية دائما قلنا أن علم المنطق بيكشف لي آسف أن علم المنطق بيصون الزهن على الخطأ في التفكير والتفكير ده حوار بيني وبين نفسي أنا بتناقش كده بيني وبين نفسي طيب إيه هو التفكير الكشف عن المجهولات باستخدام المعلومات عندي أمر مجهول لأعلمه عايز أستخدم بعض المعلومات عشان أكشف عن هذا المجهول خليه يصبح معلوم وبالتالي كنت محتاج بعض القواعد عشان لما أكشف عن هذا المجهول ما يحصل لش خطأ أو زلل أو أكشف عنه بطريقة خاطئة فأظن أني علمته وأكون جاهل جهل مركب أظن أني أعلم وأنا لا أعلم فالهدف الرئيسي إن إحنا بنتناقش عشان نتبادل بعض المعلومات وكل مننا ينقل المعلومة الآخر وبنضع برضو بعض القواعد في الحوار علشان نحقق هذا الهدف أو هذه المقروبة إن كل واحد فينا ينتقل لي المعنى ينتقل لي المعنى اللي عند الآخر فبالتالي نستفاد ونطلع بمعلومة مفيدة ده الهدف الرئيسي والمعلن واللي أنا أظن أنه هو بيبتعد عن كثير من الحوارات طب إيه الأهداف الثانية؟ ونبقى نرجع بقى للهدف الرئيسي ده ونبين بعض الملامح اللي تشوف فيها الهدف الرئيسي ده يعني مثلا من ملامح إن أنت تشوف الهدف الرئيسي ده إن المتحدث يكون عنده علم بالمسألة يعني إحنا إزاي هنتبادل المعلومات وإزاي إحنا جايين نتناقش ونوضح لبعض بعض الأمور ويكون الطرف اللي قدامي يجهل أصلا هذا الأمر منين المقروبة دي هتتحقق؟ والهدف ده هتتحقق وإحنا جهلاء وطبعا حوار هنا مش حوار أستاذ مع تلميز أو شخص معلم مع متعلم لأن طبيعي المتعلم هيكون لا يعلم وهو جاي في مقام السائل لكن لما يكون في مقام المعاند والمناظر والموضح لحقيقة الأمر ويكون لا يعلم هل الأمر شيء هنا هيبقى فيه أزمة وهنا لازم تدرك ويتحول ذهنك على طول إلى مفاهيم أخرى ومقارب أخرى للحوار خاصة ولو أبدى الطرف الآخر إنه عالم ومتخصص ويدري في الأمر وا 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 حسن النية مش مطلوب في كل الأحوال حسن النية في بعض الأحوال يوصف بالسزاجة لازم ما تكونش يعني زي ما أنت ما تبقاش مقتنع دايما بنظرية المؤامرة لكن لازم تكون إنسان بعيد النظر إنسان بتبص للصورة الكاملة إنسان بتنظر في حقائق الأمور ما تنظرش فقط لما يبدو لك منها أو لما هو ظاهر منها تتعمك أكتر في النظر للأمور دون تشكيك مفرط ودون يعني اتهام بالباطل لكن لازم برضو يكون عندك نظر أهمك للأمور ده من خلال تجاره كتير وممكن أديكم بعض الأمثلة من النماذج حصرت فيه حوارات أنا شاركت فيها أو سمعتها في أول حاجة محتاج إن الطرفين يكون لديهم قدر من العلم في المسألة من العلم الجيد الطرفين يكونوا محددين إيه هي المعلومة اللي كل طرف عايزي نقلها للتاني ويلتزموا بيها قدر إمكان في النقاش الطرفين يكونوا مركزين في المعلومة مش مركزين في حاجات تانية خالص ما لهاش علاقة بالمعلومة يكونوا بيستخداموا الطرق السليمة أو الوسائل الفعلا المفيدة في نقل المعلومة ما يكونواش بيستخدموا وسائل تانية طب خلونا ندي نمازج لأهداف أخرى يستخدم فيها الحوارات وأكم منها هتلاقيها موجودة هنا على الكلاب هاوس وأن الحوار اللي انت شايفه قدامك وعنوان الروم اللطيف الظريف اللي موجود قدامك ولا يستهدف القيمة الأولى أو الغاية الأساسية من فكرة الحوار وهو نقل المعلومات طبعا معلومات بمعنى أن الأمر ده معلومة سليمة مش معلومة خاطئة أن احنا بنستخدم المعلومات لتكشف عن المجهولات علم حقيقي علم سليم وليس جهل مركب لأن الجهل المركب يوصف أحيانا أنه علم لكنه علمه خاطئ أنت بتقول أنا أعلم أنا أعلم مثلا أن القاهرة ليست عاصمة مصر آه أنت تعلم ده أنت مقتنع فأتماما بده ودي معلومة فعلا في ذهنك لكن المعلومة دي خاطئة فياريتك قلت أنا لا أعلم إذا كانت القاهرة عاصمة مصر ولا لا قلت أنت بقى مجرد جهل جهل بسيط تحدي حد يكشف لك عن هذا الجهل ويقول لك نعم هي عاصمة مصر بدليل 1-2-3-4 إذن تحقق عندك الألم في المسألة نتاج الحوار يمكن دي حاجة ما كنتش هتعرف تستكسها مع نفسك فنتاج الحوار ثابتت عندك المعرفة فالهدف مش شرط يكون ده أحد الهدف بدل ما يكون توصيل المعلومات ممكن واحد عايز يسالي وقته عايز يسالي وقته عايز يسالي وقته إنسان فاضي وتافه وسفيه ما لوش أي لازمة أو حتى إنسان كويس وكل حاجة بس طالع يسالي وقته يضيع وقته هل وهو طالع يسالي وقته أو يضيع وقته؟ هل بالضرورة هيعد يركز لك في كل معلومة بتتقال أو يصحح المعلومات؟ لا في بعض الرومات كنت بدخل فيها كنت بلاقي يعني ناس وصلوا لمرحلة من التهريج والسفاهة إنه هو حرفية ما بيعرفش يقول كلمة واحدة جد ما عرفش يتكلم في أي حاجة جد وبتبقى رومات بابلك يعني هو طالع روم بابلك مش مثلا روم سوشيل قاعد بيهزر ده بجانب حتى إن الرومات السوشيل والتهريج إزاي ده أو فيها بأمر برضه مستغرب يعني وده يمكن يبعيب فيه أنا بستغرب إن في حد عنده كدرة من الهزار أو التهريج أو أو الإبداع في التهريج إلى مالة نهاية للدرجة اللي أنت ما بقيتش تعرف هو إمتى بيتكلم جد أصلا لأنه هو دايما عمال بيهرق في كل حاجة فبتبدأ خلاص أنت مش قادر تتواصل معاه لأنه فعلا مش عارف هو إمتى بيتكلم جد هذا أهدف من الأهداف وممكن نبقى نتكلم عنه كتير قدام يعني وعن أماراته حاجة تانية ترويج لفكرة جديدة أحد أهم أهداف الحوارات واللازم تنتبه علشان ما تبقاش داخل بنية صافية أن أنت عايز توضح للمستمع وعايز توضح للمستمعين سواء المستمع أي المتحدث أمامك أو المستمعين اللي بيسمعوا الحوار ده ودي طبعا نقطة بتبقى مهمة في بيان مقربة الحوار نقطة بتبقى مهمة جدا أن في ناس كمان بتستمع والشخص ده مش قاعد بيتناقش معك كده لوحدوكو على القهوة ولا بتاع ولا حتى على الخاص أو كده لا هو بيتناقش معك قدام ناس فلازم برضو أمر زي كده يلاحظ وتاخده في اعتبارك أن النقاش مش أنتو لوحدوكو بتناقشو النقاشو قدام ناس قدام ممكن عدد كبير جدا من ناس ويشوفو عدد كبير جدا من ناس فعدد المقارب أو عدد الأهداف اللي ممكن يكون الشخص ده ينتويها أو يريدها أو بيحتاجها أو بيستهدفها من حوار زي كده أكيد هتتعدد وأكيد هنحط فيها أشكال كتير وأنواع كتير جدا بس بسبب وجود أن في أفراد بتشوف الحوار ده وبالتالي ده هيوضيف أهداف كتير جدا ممكن تكون بتستهدف من حوار زي كده وإنت ببعض أحيان ما بتنتبهش بليها وبدل ما تدخل الحوار عشان تحقق الهدف بتاعك أن أنت تضيف معلومة لك أو تضيف معلومة للمتحدث معاك أو تضيف معلومة للمستمعين الحقيقة مش ده الهدف اللي بيتحقق وبتشارك في تحقيق هدف تاني خالص زي من دن الأهداف دي هو الترويج لفكرة جديدة فبعض الأحيان بيكون الشخص عنده فكرة معينة في زي وعايز يروجها بين الناس لو طلع عادي يقول الفكرة الفلانية كذا الفكرة الفلانية كذا يمكن مش كل الناس هتهتم بيها خاصة لو الفكرة دي غريبة ومستهجنة وسخيفة جدا بالنسبة للمستمع فكل اللي هيحصل أنه هيقول الفكرة بتاعته المستمع هيرفض الفكرة دي وهينقب نفسه عنها وهيجدها أمر سخيف جدا ولا يسمح بنقاشه وهيجدها فيها قدر من الإهانة بالنسبة فبعض الأحيان علشان تتقبل نفسيا الفكرة وتستوعبها وتبدأ تعتبرها من دن الأفكار اللي ممكن على الأقل توضع في ذهنك ما ترفضهاش تلقائيا بيكون الحوار لأن عادة في حاجات احنا نرفض الحوار في أساسا يعني أنا لو سألت أي حد هل ممكن أتناقش في زمتك المالية مثلا أن أنت حرامي ولا مش حرامي ونقض نقش في حاجة زي كده بالنسبة لك الموضوع هيبقى هنا طبعا لو أنت في محكمة أو في مكان معين يجب التحقيق معاك فده هيبقى محل التحقيق يعني في السياق معين أما النقاش على إطلاقه كده في بعض الأمور بيبقى بالنسبة لك تشويه ليك وإهانة ليك لأن في بعض الأمور المناقشة فيها في بعض الأحيان بتثبت التهمة أو بتعير البني آدم أو بتسيق لي يعني بيكون لها تبعات سيئة فرفضك أخلاقيا أو نفسيا لأن أنت توصف أنك حرامي أو توصف أو تشتم في عرضك أو تشتم حد من أهلك أو كده رفضك النفسي لحاجة زي كده على طول بيخليك ما تسمحش أصلا بالحوار في حاجة زي كده يعني الموضوع ما يبقاش مجل الحوار أساسا نحن نمتنقش فيه ده على سبيل المثال بعض الأحيان أن الحياة بتبقى واضحة جدا جدا وكل الناس متفقين عليها فعلشان أبين أن لا والله أن الأمر ده مش حقيقي وغير سليم مع أنه حقيقي وسليم فأجعل هناك حوار علشان يظن المستمع وكأن الأمر فيه خلاف ولو تفتكروا في الروم اللي فاتت لما قلناها ويريد تشوفوا بعض الرومات اللي فاتت مهمة جدا وهنبني كل الروم هنبقى نبني على قبلها لما قلنا صباح الصدق وصباح الصدق وال سماح من حين صباح الصدق والصواب والقيمة على ما أتذكر أن هناك أمر صادق هناك أمر كاذب هناك أمر حقيقي هناك أمر غير حقيقي هناك جملة صائبة وهناك جملة خاطئة وقلنا أن فيه واحد له دعوة دايما دعوة نسبوية كده أنه ما فيش حاجة اسمها صحة وغلط ما فيش حاجة اسمها حق وباطل ما فيش حاجة اسمها كلام سليم وكلام غير سليم معرفة وغير معرفة كل حاجة زي كل حاجة قلنا أنه دي دعوة باطلة أصلا من الأساس لأن الجملة دي ذات نفسها نقدر نحكم عليها أنها صحيحة ولا غلط ولو قال لي لا الجملة دي بس لصح وبقيت الجملة غلط فعلى طول هقوله طب أنت عندك أداة بتقدر تعرف فيها أن الجملة دي صح اسمح لي أستعير الأداة دي منك وازمتلك أن فيه جملة تانية صح غير الجملة دي وخدنا نقاش طويل وقلنا كل السيناريوهات اللي ممكن بيعملها وتشالبها علشان يطفي على نفسه قدر من الكلمة اللي هو أنكرها قدر من المصداقية كلمة اللي هو أصلا بينكرها وبيستبرق منها وبيراها يعني أمر مشين وأمر فيه عوار أنك تقول أن فيه حاجة اسمها صح وفيه حاجة اسمها غلط وأن الصح والغلط ده مرتبط بذات الموضوع مرتبط بالمتحدث فقط فقدر ترجع الروم دي كاتروم لطيفة زريفة مهمة موجعة لكل من أراد النسبوية لكل من أراد أن يضلل الناس ويصرفهم عن كلمة الحق وكلمة الباطل كلمة الصدق وكلمة الكذب يبقاش فيه حاجة اسمها صدق وكذب لعله لأنه يريد الكذب ولا يريد أن يعير بأن يكون كذابا أو يريد نشر الكذب وده قلناه الترويج لفكرة جديدة يبقى كل الناس عارفين أنه 1 زايد 1 ساوي 2 وأن الأمر ده أو 1 زايد 1 ساوي 2 يضرب به المثل في الحاجات اللي مفيش ما بيننا فيها أخلف يعني عايزين نستشهد بأي حاجة أقول لك عم الكلام صح زي 1 زايد 1 ساوي 2 طيب أنا عارف أنه 1 مثلا أنا بتكلمك على سبيل المثال وكأني أنا هذا المتحدث والواحد يتبرأ من ده يعني أنا عارف أنه 1 زايد 1 ساوي 2 وعارف كل الناس وعارف أنه وعارف أنه كل الناس عارفة أنه 1 زايد 1 ساوي 2 ليه حظ نفس معين أو ليه مأروة معينة أنه أنا عايز أروج لفكرة جديدة وهي فكرة خاطئة أنه 1 زايد 1 ساوي 3 أو فكرة معينة هتنبني لما أهد أهد 1 زايد 1 ساوي 2 أو لما أثبت أنه 1 زايد 1 ساوي 3 فبدل معه أثبت لك أنه 1 زايد 1 ساوي 3 أو أصل الموضوع أو أبحث في الموضوع أو أدور الموضوع إيه لا فلنجري نقاشا هل 1 زايد 1 ساوي 2 ولا لا وهخش النقاش وهتقطع واللي قدامي هيثبت لي من كل المصادر ومن كل الكتب وبكل الطرق أنه 1 زايد 1 ساوي 2 عندش مشكلة أنا داخل وكأنه الشخص يعني اللي بيقول ده لو بيقول 1 زايد 1 ساوي 3 داخل عملية انتحارية عندش مشكلة قش يا عم أطعني هزقني قدام الناس وعرفني أن أنا جاهل وعرفني أن أنا بفهمش مش دي المقروبة بتاعي مقروبته مش أنه هو يتعلم أو أنه يستفاد أو أنه يوضح للناس والله أن 1 زايد 1 ساوي 2 لا 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 مقروبته أن يترسخ في ذهن المستمع أن الأمر فيه جدال وفيه نقاش وهناك قول آخر ويبدأ يترسخ في ذهن المستمع والله أنا كنت فاكر أن 1 زايد 1 ساوي 2 دي ما فيهش جدال بس أتصدق والله لقيت 2 بيتناقشوا فيه لقيت 2 بيتناقشوا هو 1 زايد 1 ساوي 2 ولا ما تسويش 2 ولو 1 ولا 3 ولا 4 من وسط 100 من وسط 1000 شافوا أن كلام الرجل ده فيه حجة ما ما عنده حق برده لأنه خد بالك ما فيش نقاش بيطلع 10-0 ما فيش خناقة واحد عمال بيدرب والتاني عمال بيدرب لازم التاني هيلوش لازم التاني هيقول جمل هيقول كلمات هيقول أي حاجة والكلمات دي لو أصابت أذن مستمع واحد فده ممكن يكون أمر يستهدفه حتى ولو لم تصب أذن الألف مستمع الآخر يكفي أنه خرج بالنقاش ده كان هو بس المقتنع بالفكرة دي بقى فيه أربعة تانئين مقتنعين بالفكرة فيه 996 واحد تاني عمال بيشتموه بيقولوا إيه المتخلف ده مش مشكلة ما هم كده كده كان هيقولوا إيه المتخلف ده لهو طلع قال 1-1-3 مع نفسه بس بدل ما كانوا ألف بيقولوا إيه المتخلف ده بقوا بس 995 ولا 996 وفيه أربعة بدأ تروق لهم الفكرة وتعجبهم وممكن هم كمان يخشوا حوارات ونقشات وتبدأ متتابعة هندسية فالنسبة تبدأ تزيدها الوقت وبالتالي أحد الأهداف الترويج لفكرة جديدة حتى لو الفكرة دي وشرحناه في الروم اللي فاتت لا علاقة لها بالعقل نهية تخالف أبدأ بداهيات العقل تخالف أي حاجة اسمها معرفة سليمة دا مفي فكرة المعرفة السليمة وحد تلاهمني peace مفيش حاجة اسمها صحة مفيش حاجة اسمها صدق وكذب حاجة اسمها معرفة سليمة ومعرفة غير سلم مفيش أي حاجة في أي حاجة حتى كلمة حاجة دي مفيش حاجة عايز نسيف لك اي بخك ده ميبقاش موجود ده بقى كالانعام بل هم اضل ده مش عارف اي حاجة في اي حاجة يمكن المعلومات عندهم بعض المعلومات الحيوانات عندهم بعض المعلومات تترسخ في زينهم بعض القناعات بغض النظر ان هم بيطلقوها ازاي بس تترسخوها مش عايز حتى ده ايوان انا من رب يكلب عندي بيعرف البيت بتاعه لو تلو بيت بيروحها البيت وانا لبواي في اخر الشارع عندهم معلومة عارف ده هو عايز يقولك ده مش البيت بتاعك تامين عرفت من اين ده البيت عرفت من اين اسمك فلان عرفت من اين احنا موجودين اصلا يمكن مش موجودين عرفت من اين انت عارف يمكن انت عارف انك مش عارف بس انت مش عارف واي تهريك في اي حاجة فيمكن عايز يرواجلك لفكرة جديدة والفكرة دي يعني فكرة الصح ذات نفسه هي بتنسفها مش هقولك ان الجملة غلط ده هي الجملة بتقولك إن ما فيه صحة وغلط أساسا فتنسف أي حاجة اسمها معرفة سليمة أو معرفة صحيحة أو كلمة حق أو صدقة أو كذا فعايز يروج للفكرة دي فطبعا لو تلع قاعد يقولي يا أخوانا ما فيهش حاجة اسمها أن أنا عارف ما فيهش حاجة اسمها صدقة وكذب ما فيهش حاجة اسمها صحة وغلط وقف كده في الشارع يعني ماشي أوكي كمان خليك مع نفسك كده حد ما حد يجي ياخدك للمكان اللي بيؤخذ فيه الناس اللي زي كده وأكيد إن شاء الله هتتعافي ده هيب أظن أي حد لكن لما يبدأ يجرى حوار والمسألة دي مع أحل من العقلاء فيبدأ المستمع أو الماشي الله طب ده فيه واحد عاقل هو بيتكلم بواحد زي واحد ساوي اتنين وحقائق بتاع بيتناقش مع هذا الشخص اللي كنت أظنه في الأول أنه غير عاقل ما تيجوا نقعد ونسمع لأن هنا بقى فيه إطفاء قدر من المصداقية على الفكرة وأن الشخص ده ربما ما يكونش متخلف ربما فعلا يكون عند وجهة نظر وانس إن الفكرة دي بتبدأ تخش في وخك إن ربما يكون عند وجهة نظر خاصة إن مش كل المتحدثين هيبهوا فاهمين إن دعوة داعي لا تشترط بالضرورة صحة الدعوة دي أو أي مقدار من الصحة لها أو أي اعتبار لها مجرد إن واحد تلعب وقال جملة فالجملة دي تكتسب أي قدر من الصحة يامة في نقاشات في حوالين المنطق بقى بنصح اللي قدام كده بقوله آه إنت قلت الجملة تعال نشوف الجملة دي وهتلاقي في حوارات كتير كده أقوله آه دي جملة إنت بتقولها تعال نفحص الجملة دي أنا أنا ما بيخلش علي الجمل ما بتجيش كده تقولي جملة فخلاص بقى هضعف بقى وقلبي هيرفرف كده وركب يتخبط في بعض أقولي أنهار بيد قال جملة كده تبدو كده سليمة لا تعال نفحصها شيل الهالة اللي انت حاطتها حوالينه جملة جدية دي ونخش في العمق فيها بهدوء من جير ما تستسير عواطفي أو تستسير عواطف الناس لأن أنا ممكن أشتر منك في اللعب على عواطف الناس يعني مش بالضرورة انت اللي هتكسب حتى لو لعبنا على عواطف الناس فبالتالي من أهم المقارب اللي لاجب اللي لازم أن انت تدركها ولوارد جدا تكون موجودة في الحوارات سواء حوار انت تاخد فيه سواء حوار انت مستمع ليه سواء حوار انت هتشارك فيه بأي شكل من الأشكال أو هتروج ليه أو هتشير إليه بأي شكل من الأشكال لازم تنتبه أن في حاجة اسمها الترويج لفكرة جديدة الهدف من الحوار ده مش إن احنا نتبادل المعلومات وإن احنا نشيل قدر من الجهل كان في عقولنا ونستبدله بقدر أكبر من العلم لا 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 خالص ولأن المستمعين يوصلوهم قدر من المعلومات وتتضح لهم الصورة أكتر والكلام ده لا الهدف الترويج لفكرة جديدة في لغالب الفكرة دي علشان باستخدم يعني تقولي طب ليه يعني يستخدم الحوار عشان يروج ليه ما يعود يتكلم عنها كده وخلاص اه مهلا واتكلم عنها وخلاص كل المستمعين هيجمعوا ققولا مواحدا أن الشخص ده كاذب وأحمق ويستحق الوضع في مكان للرعاية لكن لما بيلاقوا حوار ينشأ بيبدأ يستدعوا صورة زهنية في مخهم أن الحوار دايما بيبقى هدفه تبادل المعلومات وأن الحوار معناه أن فيه واحد عنده رأي بيحاول يوصله الطرف التاني والتاني عنده رأي بيحاول يوصله الطرف التاني وأن الحوار دائما ما يجرى بين مجموعة من العقلاء عمرك ما هتلاقي حد قاعد بيتناقش مع شخص مخ مفوت وقاعد بيتناقش معه بجد كده وتركيز حتى لو بيتناقش معاه بيتناقش معاه بقدر من التهريج وبنبقى عارفين أنه هو بيهزر لكن لما تلاقي شخص بيتناقش مع حد بشكل جدي شكل فعلا فيه أهمية كده وبيدي له قدر من الاحترام وهو حضرتك ممكن شفت كذا بس أنا رأيي كذا يبدأ ده يطفي على الفكرة قدر من المصداقية لأن احنا معتادين وزهننا معتاد أن الحوارات بتنشب ما بين العقلاء المختلفين في بعض وجهات الناصر وفي الروم اللي فاتت ميزنا وفرقنا ما بين الحوار ما بين مجموعة من العقلاء لو تفتكروا لما دينا مسلل لكوباية الشاي بلبن قلنا إن الشاي بلبن لما أجا أقول لك إن دي كوباية شاي بلبن فأنت قدر تميز أهو آه دي كوباية شاي بلبن وفي حاجة تانية اسمها كوباية بورتوان لو واحد أحمق تافي سفيها جاء لك والله الكوباية البرتوان دي هي هي كوباية الشاي بلبن فأنت هتقول لك الحاجة ودي حاجة لكن لو حد تاني جاب لك أربع كوباية شاي بلبن واحدة فيهم السكر فيها زيادة واحدة فيهم الشاي زيادة واحدة فيهم اللبن زيادة مثلا وقال لك يلا اني فيهم شاي بلبن هتقوله والله كلهم بشاي بلبن هتقوله لا والله اللي فيها شاي زيادة دي ممكن تبايا شاي بلبن فممكن يختلف مجموعة من العقلاء عن انهي كبايا فدول ينطبق عليها فعلا تماما وصف الشاي بلبن وطعم الشاي بلبن والحاجة تبقى مصبوطة تماما ممكن يختلفوا بدا لكن مش هيختلفوا ابدا كلهم على ان كباية البرتقان هي مختلفة تماما عن كوباية الشاي بلبن وان دي حاجة ودي حاجة يبقى هنا في خلاف ما بين العقلاء ممكن يان شاب يتناقشوا وما يبقوش عارفين يا طرى اني كوباية فيهم اللي هنطبق عليها بالضبط وصف الشاي بلبن بس مش هيختلفوا ان اللي هيقول على كوباية البرطانة ان هي شاي بلبن ان هو شخص احمق فقط عقله تقال بساطة هنا دي النقطة ان انت لازم تنتبه ان في بعض الاحيان بيكون الغرض من الحوار هو ترويج لفكرة جديدة وبيكون الاستفادة من الحوار او المقروبة اللي بتستفاد من الحوار ان عادة ما ينشب الحوار بين العقلاء في امر يصحي الاختلاف فيه هو عايز ياخد الصورة دي عايز يقول لهم خدوني معاكو انا من ضن العقلاء انا الفكرة بتاعت دي محتاجة نقعد نتناقش فيها كده عادة العقلاء علشان يبدأ المستمع يظن ان الفكرة دي من ضن الافكار فعلا اللي تندرك تحت بند الاختلاف بين العقلاء وليست ان هي فكرة مخالفة اصلا للعقل مخالفة اصلا للمنطق ونصحتي لأي حد بيناقش ويحاور لازم تسلط الضوء على حاجة زي كده وانت بتناقش لو وجدت اللي قدامك بيوعع في امور بديهية في امور يعني يستحيل العقل انه يتبناها اساسا او ان الشخص اصلا ما عندوش علم نهائيا بالمثال يعني لما بتوصل لمرحلة ان انت بتتأكد ان القصة الى حد ما مش هدفها النقاش والحوار اللي جاي ده جاي يهرج جاي يهزر لازم ودور عليك وواجب عليك واوعى تشارك في مهزلة زي كده انك لازم تنبه وتوضح للمستمع ان احنا هنا مش في حوار مش في حوار يعني جايين خناقة لا مش في حوار يعني مش حوار ما بين مجموعة من العقلاء وعدين من اتناقش كده وان الموضوع القصة تهريك توضح للمستمع ان احنا كده اللي بنعمله ده تهريك الشخص الفاضل اللي جاي بيتكلم مش عارف اي حاجة عن الموضوع وجاي ينظر عليه الشخص المتحدث عايز اكناعنا ان واحد زايد واحد زايد ثلاث او ان المسلس ليه اربع اضلاء او مش عارف ايه توضح تماما ده المستمع لا ينطلع على المستمع او لا يعني يعني يعمى على المستمع او المشاهد ويظن ان ده حوار ما بين مجموعة من العقلاء وانه والله خلافاته جات نظر وفلان قال كذا وفيه رأي الفلان وفيه رأي العلان لا دور عليك هنا وبيكون دور مضاعف لذلك انا بقول النقاش مع الانسان الزكي الانسان المحترم الانسان العالم اسل واريح ويعني ايه اقل جهدا بكتير جدا من النقاش مع المتخلف حرفيا يعني نقاش مع المتخلف كده كده ممكن تنقى بنفسك عنه وتكبر بخك بس لو دعتك الحاجة ويعني كان الامر ضروري ان انت تنقش معي ان حد يعني احمق حد خارق قانون العقل فيه اشخاص كده خارق قانون العقل دعتك الحاجة ان انت تنقش معي هنا الامر مش بس بيان النقطة اللي انت بتتنقش فيها وبيان الحقيقة فيها بقى عليك واجب تاني بيان فداحة الخطأ بيان فداحة موقف الشخص اللي قدامي وان احنا مش جايين نتحاول احنا جايين نهزر كده ان الشخص ده جاي يهزر مش جاي يتنقش ولو جاي يتنقش كان يبقى عنده افسط طلاع عن الموضوع لكن بيصدر نفسه في الموضوع وجاي وناظر وانا هزبت كذا وهو ما عندهش افسط طلاع في الموضوع يجب التوضيح ده بشكل كبير جدا بل والاهم من ده مش من الظريف انك تدي حد زي كده مكافئات وتدي له ادوات اكتر واكتر يحاول يستخدمها للترويج للفكرة استخيفة بتاخده وده هننقشوا يعني كمان شو فبدايا اول حاجة في بعض الافكار الجديدة الغير معتادة الغير مألوفة الغير منطقية الغير سليمة اللي هي بمجرد ما هتطرح انت اوتوماتيك هترفضها واي حد هينظر فيها يرفضها وهو امر مستقر وثابت في المجتمع عايزين نجعل لها قدر من القبول وفكرة الحوار معناها ان في رأيين مختلفين مش عارفين قوي مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط وعاديين من اجتهد علشان نعرف مين فيهم الصح ومين فيهم الخطأ وغالبا ما يجرى الحوار بين مجموعة من العقلاء اللي لديهم نظر في المسألة دي او وجهة نظر في المسألة دي فهو عايز ياخد نفس الليبل ده عايز ياخد نفس اللون ده عايز يدهن نفسه بنفس هذا الطلاق عشان يعمي على الناس ويبدأ الناس تستوعب الفكرة يعني ينشب حوار حوالين الفكرة علشان يبدأ ينشب الحوار عنها والناس تستمع حتى لو طلعت وطلعت فكرته خطأ تماما وما لهاش اي قيمة وما لهاش اي معنى يبدأ ولو 3-14 من المستمعين يشوفوا والله يمكن كان عنده حق والله الموضوع احنا مش متأكدين منه والله فيه واحد تلع برضو قال لا الكلام ده ممكن يبقى غلطه الكلام ده صح ويبدأ يحاول يردد الفكرة مع نفسه لو 3-14 اقتنعوا بالموضوع بالنسبة له احسن ما فيش كده كده 990 اللي كانوا مقتنعين بالفكرة الاولى كده كده كانوا مقتنعين بيها فهو مخصدش حاجة لو فيه 990 واحد شافوه انه هو متخلف ما هو ما كده 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 هنشوفوه متخلف بس فيه عشرة شافوا في الفكرة بتاعته احتمال للصدق وانه هي ربما تكون صحيح فمن اول او من اول مقارب الحوارات الاخرى اللي عندنا هو الترويج لفكرة جديدة وغالبا الفكرة دي بتكون اساسا محكم عليها بالبطلان تماما ومحكم عليها بالفساد تماما ولا يقابلها مجموعة العقلاء بأي شكل من الاشكال الا ان احد الوسائل او احد اهم الوسائل اللي حاول يستخدمها للترويج للفكرة دي ولو اقناع الناس بيها هو اننا انشو بحوار حواليها وتعالى نتناقش في الموضوع ما تيجي نتناقش طب ما تيجي نحاول عايز اقولك ممكن واحد يحاول يشتمك بالطريقة دي اقولك ايه رأيك تعالى نتناقش هو انت حمر ولا مش حمر تعالى نتناقش يعني مثلا حد مسلا والدتك ولا كذا ولا انت حرامي ولا مش حرامي يعني حاول يسيء لأهليك او لحد من اهلك او كده من خلال ان هو يتناقش معاك في المسألة فمجرد ان احنا نتناقش وكأن الموضوع محل النقاش كأن الموضوع محل النقاش وانا حرامي ولا مش حرامي وقاعد بقى بدافع عن نفسي ويكون واحد اقتنع ولا ما اقتنعش لا حضرتك لو شايفنا حرامي فيه جهات تدر تروح وتشتكني فيها لكن مجرد ان احنا نتناقش وهناك بقى التحقيقي يناقشوني اه هناك اروح اتناقش في المسألة دي لكن ده مش محل النقاش في المسألة زي كده فانت لما تعد تناقشني في مسألة زي كده في غير محلها او في غير مكانها اه انت مقربك بقى مش ان انت تتحقق من الامر انت مقربك تروج لفكرة خاطئة تماما ان واحد يكون عمره مسرق وتعال ان اتناقش هو فلان حرامي ولا مش حرام ويطلع كلامنا كله غلط ومعندناش اي ادلة وهو صحي تماما اه بس انا استفدت ان انا عملت شوشرة ان انا روجت الفكرة بتاعتي ان فلان ده حرام بس فاكذا يعني في بعض الاحيان بيبقى الترويج للفكرة وليس تبادل المعرفة فعلا ونتبادل المعرفة فدي اول نقطة تنتبه لها تجد مثلا في احد المظاهر لكده وده انا بقى ندي امثلة رومات بتتفتح او فيديوهات بتتعامل فجأة بدون اي داعي وفي بعض الاحيان كلهم بيبقوا في نفس واحد كده فيتح روم واحدة من دخل او روم بعنوان واحد متفهمش دиче فجأة كده يتفتح رومات عن الفتوحات الاسلامية هو مين الجاه سيرة الفتوحات الاسلامية او رومات عن الخلافة الاسلامية ومين جاب سيرة الخلافة الاسلامية محدش خد بالواخنا ومين جاب سرتها اصلا وبناء على ايه فجأة فتحت مسلا ترطة اربع رومات بالنقش وفي حد واحنا عاردين دلوقتي حد طالع بيقول ليالله بنا عايزين خليفة ولا مش خليفة يا دي اسمتها يعني احنا جايين هنا عشان نتخانق يعني في مثلا في الروم هنا لو طلعنا مثلا كل الناس اللي في الروم عشرين واحد هل احنا عاديين خنائتنا يوميا يا طرق يبقى فيه خليفة ولا ما فيش خليفة هل ده اللي احنا عاديين منتخانع ده هل ده محل نزعنا وهل ده الشيء اللي الطرف المسلم على الأقل طالع بكل ما قوتي من كوا بيحاول يدفع عنه أو بيزود عنه كله إلا الخليفة هل ده الخنائة ممكن بيكون واحد ولا تنين ولا تلاتة مقتنعين بالفكرة لا بأس ومحرار وممكن تكون الفكرة صحة أو غلط بس هل ده محل الأزمة ومحل النقاش ومحل الصراع سواء في المجتمع أو حتى على كلاب هاوس فالترويج لفكرة شكل مفاجئ لا تتخيلوا أبدا ولا تتصوروا تبدأ لازم ان انت تبعارف ان هنا فيه أزمة معينة أو فيه أمر ما فلازم تبدأ تدرك مقارب الشخص ده وإيه اللي خلاها يفتح روماد بالشكل ده أو غيرها وإن في بعض الأحيان بيبقى الهدف الترويج للفكرة بغض النظر بقى أهداف تاني يعني أنا ممكن طب الترويج لفكرة إيه موضوع الخلافة وعايز الروج ديه أو ما بيقى فيه أهداف تاني مش شرط موضوع الترويج يعني هنقول بتاع عشر أهداف غير هدف تبادل المعلومات بس أنا بقول لك في بعض الأحيان بتلاقي حاجات بتطلع فجأة حاجات بتطلع كده عن عن يا فام المحدث بتاعها من أساسها إيه غايتها إيه قصتها إيه تتساءل يعني إيه الفكرة فدي أمر مهم إنك تنتبه ليه في بعض الأحيان بيبقى الترويج لبعض الأفكار وليس مناقشة الفكرة طب إيه المقارب الأخرى برضو اللي ممكن تبقى بتحصل آه بدل ما أنا عايز أروج لفكرة أكون عايز أشوش على فكرة تاني فبدل ما يكون هدفي الترويج لفكرة يكون في فكرة سابتة ومستقرة وعايز أشوش عليها فأنا مش فارق معايا حتى الفكرة اللي أنا بتكلم عنها أطلع كلم عن فضحات إسلامية خلافة آآ مثلا أنا ممكن أعملكو بين لفيديو دي أنا أنا آسف إن أنا موضوع سخيف جدا علش أنا أحاول أطلعها ياخد وقت أحبا يعني كان واحد بيتكلم عن آآ والله ده فيديو ياخدنا على اليوتيوب واحد ملحد كان بيتكلم عنه ومش هو بس طلع في نفس النبرة ثلاث أربعة تكلموا عنه عن مسألة يعني إن علاقة الرجل مع المرأة في بعض الفترات اللي هي بيبعندها ظروف خاصة إيه المشكلة لما يبقى ده وده أمر مش دار طبيا وإيه الأزمة يعني لما يبقى فيه حاجة زي كده طب أنا مش قادر أفهم إنت بتناقش موضوع زي كده ليه إنت ليه بتحاول تشوش على أي حاجة في الدين يعني إنت ده حاجة أصلا نفسيا إن الإنسان بيقرف منها أو بيبي يعني بيينفور منها إنت دي طلع تناقش حاجة زي كده باعتبر إن هي حاجة في الدين وشوفه إزاي الدين بيمنع حاجة عادية جدا وإنتوا ليه تعملوا دقيدة بقى ده مش واحد بقى يعني هو طلع مع نفسه تكلم على الفكرة دي وتلاقي ثلاث أربع أبواق بيتكلموا في نفس الوقت في الموضوع ده إنت عايز من دقي بالزبط طبعا هنتكلم عن مقارب حاجة زي كده إيه إنت المقارب المعلن وكأن الراجل تفطك لزجنه فكرة بسيطة جدا يعني ما وهو قاعد كده بالليل قالك طب ما نتكلم عن الموضوع ده والموضوع ده ليه يعني ليه محدش بيتكلم عنه يعني فكرة جات في ذهني بس تبدأ لما تشوف إن الفكرة ما لهاش أي معنى ولا لها أي قيمة بس قاعد يكون الهدف فيها التشويش على فكرة تانية أو الترويج لفكرة تالتة أو حاجات كتيرة قوي هنتكلم عنها تلوقتي هطلع لكم الفيديو معلش لأن اللي بصراحة موضوع كان لطيف جدا يعني أو كان طبعا سخيف جدا بصوا الفيديو إيه اسمه إيه الدين ضد العلم وهم نجاسة الحد والنفاس يعني يقولوا لي طبعا أنا الشخص البني آدم ذات نفسه اللي عامل فيديو هو إنسان محترم على خلق يعني ما قدرش أسيق ليه لكن أنا بأتكلم على المحتوى ذات نفسه شوفوا كم الجهل والتفاه يعني إيه علاقة النجاسة أصلا بالعلم وده طبعا كل فيديو ما هو مش فاهم إن النجاسة دي حكم شرعي أصلا حكم تشريعي مش إن الحاجة ضرة أو مش ضرة أو إن الحاجة حلوة أو مش حلوة أو إن الحاجة نظيفة أو مش نظيفة وممكن الحاجة تبقى نظيفة جدا وينطبك عليها حكم النجاسة وممكن الحاجة تبقى قصرة جدا وينطبك عليها حكم الطهارة فالطهارة والنجاسة ملهاش علاقة الحاجة دي كفا فهو مش عارف يعني إيه أصلا طهارة والنجاسة فبيقول لك الدين ضد العلم فأحد بقى دلة الدين ضد العلم إيه وهم نجاسد دم الحد والنفاس بيقولك إن الناس متوهمين إن هو نجس لايه خلنا ده مش نجس الحاجة عادية خالص وليه يعني الراجل ما يبقاش في علاقة مع زوجته في حاجة زي كده وليه مش عارفي وفيديو كامل وشرح كامل وما كانش هو الواحد تلعب مع نفسه وترع ثلاثة أربعة معاه عاديم يتكلموا عن الموضوع ده فدي أمثلة هل هنا هو فيه معلومة عندي حاجة أنا أجهلها قاعد بيوضحها لي ولا ليه مقرب تاني من الحوار وهو حر ليه مقرب تاني من الحوار فحضرتك لازم تنتبه ولازم ما تبقاش ساذك ومغفل وحد يستخفي لك ويوصل لك والله ده أنا بصلك معلومات ده أنا بشرح لك وتشارك في حاجة زي كده وأظن منك أن الراجل عايز يعرف عايز يفهم بس هو الموضوع حاجة تانية إما الترويج لفكرة إما التشويش على فكرة زي ما نقول ممكن أجه أفتح لك مواضيع كتير أطلع أفتح لك أي موضوع إلحق إلحق ده الإسلام فيه مش عارف إيه بتاع هل أنا عشان أعرف لا بس عايز أشويش لك على فكرة كنت بتنقش موضوع مهم فعايز أشغلك عنه المسلمين كانوا متبنيين موقف معين فعايز أزحزحهم على الموقع فدأ وحساسهم أن نلاقي الموضوع لسه في دي بيت وفي نقاش وفي قصص فما تدن الحاجات إن أنا أشوش على الفكرة واصرف الناس عنها من خلال إن أنا أروج لفكرة تانية أو أتكلم على موضوع تاني أو أتكلم في موضوع بعيد تماما عن المسألة اللي الناس كانت بتنقش فيها أروج لحاجة تالتة تماما أو حاجة ربعة تماما فانتبه إن في بعض أو التشويش عن فكرة أخرى كانت الناس بتتبناها وفكرة مفيدة ومهمة أعود أشوش عليها من خلال الحوار والنقاش عشان يبدأ زهن المستمع يشوش أنا في كثير من أو في بعض الأحيان كان بعد حوارات معينا أو منعشات سواء لي أو لغيري فبعض الأحيان بلاقي شخص جايلي حرفيا ما فهمش أي حاجة حرفيا ما عرفش الموضوع طبعا أنا يمكن كان ربنا بيوفقني حابتين إن أنا كنت بتنقش على أرض اللي قدامي عرف ملعب اللي قدامي فبالتقليل أما هتنقش في ملعب اللي قدامي لو فكرة ما شوشت مش هتبقى فكرتي ففكرته هو فهو اللي خسران فهو اللي محتاج يعني محتاج يوقف على دماغه علشان يعرف يوصل فكرته لمستمع أنا هعرف هوصل فكرتي بشكل كويس فهو اللي محتاج بقى يتشغلب لأن حتى لو النقاش لم يفهم منه شيء وهو عاد بوز النقاش فأنا المستفيد مش هو وده لازم المحاور يبقى فهم حاجات زي كده ما تنقش في حاجة إن انت لهم في الآخر مستمع يفهمش حاجة يعني لو فيه عضية معينة على حق هي اللي خسرت مش قضية اللي قدامك اللي قدامك خلاص كده كده لو مسكته قطعته ومش فرق معه هو عمل عمل الدور اللي عايز أعمله فببعض الأحيان المستمع بيخرج مشوش تماما ومش عارف الصح فين مش عارف إيه اللي حصل مفهمش أي حاجة من الطرفين اللي اتنين قاعدوا يتكلموا ومفهمش حاجة عايز أقولك فبعض منقشات أددت وجود الله بالأسف بعض الأطراف المؤمنة بتبقى دخلة وقاعدة بتتكلم بلغة عربية فصحة وحيث أنه ولأن هذا واجب ولأن هذا ممكن ولأن هذا مش عارف إيه والمستمع مش فاهم أي حاجة في أي حاجة اللي بيحصل إيه وحتى لو مسك اللي قدامه غسله أنا أقولك نقشات زي كده يمسك اللي قدامه وبيغسله وبيثبتله من كل الطر أنه هو جاهل وما بيفهمش عارف المستمع بعد النقاش ده بيخرج إيه يقول لك يا عم ده الموضوع صعب قوي وليه إثبات وجود الله صعب كده ومحتاج تفكير كتير وبتعلق ده ده فعلا الموضوع غريب طب ومين اللي هيفهم كل ده ومين اللي هيعرف كل ده آه فبيبقى الهدف إيه الهدف مثلا وارد يعني وارد من المقروبة دي أو من الشخص يكون بيستهدف ده وارد أن أنا أوصل المستمع للموضوع صعب ويبدو على المستمع وكأن الموضوع صعب زي واحد زي واحد سي واثنين وكل واحد يجي يقول لك يا الله طب أبو ده فمرة واحد عني ليشني لا تمنتقش عارفك أنه هو واحد فقعد أثبت له ما هو واحد مفهومه كذا ونقعد نتنقش فقعد أطلع لحتة متى ولردود فلسفية علشان أرد على التشغيبات بتاعته فيبدو المستمع وكأن الموضوع صعب وامرك أن واحد زي واحد سي واثنين محتاج أن تنقش وإثبات طويل بينما هالموضوع بسيط جدا لكن الاعتراضات بتقابل بجمل تبين خطأها وتبين عورها فأنا محتاج جمل كثيرة وجمل عميقة عشان توضح أكتر فساد الاعتراض ده وأن الاعتراض ده قد يبدو لأول وهلة ليك عظيم كده وجميل ولطيف لكنه فاسد وتافى وما ليش أي معنى زي اللي قالك والله كل الحاجات ما فيش حاجة أسمعه صحة وغلط وكله زي بعض وكله زي كله الأول وهلة كده يبدو ليك أن الكلام ما شاء الله لطيف كده وجميل ويدخل العقل لما بتبدأ تنظر أكتر في الموضوع وتتعمق أكتر في المسألة وتبين زي ما عملنا الروم كاملة مثلا 4-5 ساعات قد يبن نتكلم بتبدأ تشوف قد إيه تفاهد الموضوع فالفكرة في كده القصة مش إن الأمر صعب أو مجهد للزهنة أو مرهق لا 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 القصة إن في بعض الأحيان بيانك للحقيقة بيحتاج مجهود وبيحتاج شرح لكن هي الحقيقة في ذاتها بسيطة وسهلة وسهلة تقدر توصلها فبعض الأحيان تنتبه إن بيبقى الهدف التشويش على الفكرة أو الترويج لفكرة أخرى من خلال في بعض الأحيان إن أنا أتناقش في الموضوع وأحسس المستمع إن الموضوع صعب قوي ومرهق قوي ومجهد جدا عشان توصل فيه النتيجة فيبدأ نصرف عن الفكرة نقول لك لا بقى الموضوع ده فعلا محتاج تفكير كتير عشان أعرف هو صحة ولا غلط فينعزف عن الفكرة أو يحصل له عزوف عن الفكرة ويكبر مخه أو يعزف عن الفكرة ويقول لك والله يعني إيه خلينا بقى يعني نتبنى الموقف اللي قادري أحسن لأن الواحد بقى محتار يترك كلام فلن صح ولا أعلان صح ده ممكن يبقى هدف من الحوار أو وظيفة يعني ممكن الشخص لا يستهدف ده ولكن وظيفة يعني الوظيفة دي تتحقق من الحوار فلو أنت دايما قلنا بتسعى عن العلم قلنا دايما نكون زي علم زي فائدة زي قيمة زي إيمان لو أنت عايز تضيف علم للناس تضيف فائدة للناس تضيف قيمة للناس فالحوارات اللي زي كده مش هتحقق أي حاجة بالحاجة دي ولا هتحقق علم ولا فائدة ولا قيمة هتحقق تفاهى وجهل وضرر للمستمع وبالتالي يجب أن تنتبه لوظيفة الحوار الحوار هيحقق أي وظيفة وهدف اللي قدامي من الحوار بغض النظر بقى هو بينتوي دا ولا ما بينتويش دا وارد تكون نيته هذه الوظيفة أو ما بينتويهاش فأنت برضه تحاول يعني تستقرق دا من الأحداث لكن الأهم الوظيفة بتبقى واضحة جدا الوظيفة المتحققة من الحوار اللي هو حوار فعلا هنتبادل فيه المعلومات هنكشف فيه هنكشف فيه عن مجهولات ولا حوار زي مثلا أي فيديو مثلا بيكلم في أي حاجة هدفه التشويش والتشغيب والترويج لأفكار ما لهاش أي معنى في أي حاجة دا كان حوار يعني أو فيديو أو كده بس في الجلب احنا في ساحة حوارات فهتلاقي من دا كتير يبقى أول حاجة عندنا طبعا احنا قلنا أول حاجة التسلية الواحد بيسالي وقته داني حاجة الترويج لفكرة جديدة داني حاجة التشويش وده هتقدر تفهم فكرة الرنجة الحمراء إن أنا أشغر الناس بحاجة معنا ده هتقدر برضو نحطه تحت بند التشويش أو طرق جديدة من طر التشويش إن أنا أطلع أرمي كده بدل ما نوعد نتناقش في حاجات مفيدة وده اللي أنصح به أغلب المحاورين اللي عندهم قيمة يركزوا في إنهم يقدموا قيمة الناس أنا دلوقتي تلاقيني بعمل إيه بأطلع الروم بتاعتي بقدم قيمة معلومة للناس بدل ما نفتح يلا بينا نتحاور ونتناقش ولا بينا نمسك في بعض ونشوش ونشغب لا ماشي ده إيه بقى يفضل موجود مفيش مشكلة يفضل قائم كل فترة نتناقش ونتحاور بس فين الطرح بتاعك بقى فين المعلومة فين القيمة اللي أنت عايز تقدمها للناس فبعض الأحيان بيكون الطرف التاني عايز يجذبك دايما بعيدا عن شيء مفيد وعايز يصرف أعين الناس عن شيء مفيد فبدل ما أنت تطلع تطرح مثلا يعني أنا هديد على سبيل المسائل بغض النظر حد شايفه مفيد أو مش مفيد أو صح أو غلط على فرض إن الشيء ده صح بدلا ما إحنا مثلا بنعمل سلسلة عن قليلة وجود الله وبنشرحها للناس لأ يخلي الموضوع دايما في ديبيت وحورات ونقاشات علشان يبدأ يصرف أعين الناس عن الدليل ذات نفسه فالدليل لا يطرح أبدا بشكل كده نقي هادئ المستمع يسمعه ويفهمه أصلا إيه هو الدليل فلما يفضل دايما في ديبيت وأخده ورده وصفصطة من هنا وهنا ولفه ودوران من هنا وهنا فيعمى على أذن المستمع الدليل ذات نفسه وذلك مساهمة مني في عدم تحقيق ده عملت سلسلة كاملة ليه ولا تقول الله إلا الحق إنه أذكر كل أدلة وجود الله بشكل هادئ كده منمك الشخص يعرف ياخد فرصته في أنه يطرح دليل وياخد ساعة ساعتين يطرح الدليل ولو في أسئلة المستفهم تطرح عليه مش أسئلة المعاند مش أسئلة إن أنا عايز أشوش على الفكرة الاتنين موجودين بلاش تفترض حسن إنه كده وإنه إنه إحنا كلنا ملايكة مرفرفين بأجنحة لا يا حبيبي وارد جدا واحد بيكون بيطلق مش وارد جدا حدرتك بس شوف يعني هو مش مجرد وارد بص بس كده على الحوارات وعلى النقاشات هتدرك إنه هو ده في الأغلب اللي بيحصل أنا اتحكش على نفسينا بيواحد بيطلع إيه سأل سؤال المستفهم أنا فعلا عايز أفهم النقطة دي وفعلا بيفكر معاك زي ما أنت بتكون في حصة أو في درسة أو في محاضرة معينة في الجامعة أو كده وبعندك سؤال عايز تستفهم وفرق سؤال المعاند المعترض المشوش المشغب ده طريقة من الأسئلة وده طريقة لو أنت مش قادر تميز ما بينهم أو لو حد يعني إيه امتلك قدر من السفاهة والتفاهة وعايز يخليك ما تفرقش ما بينهم مهم جدا إنك تنتبه وتفرق ما بينهم في فرق ما بين سؤال المستفهم وسؤال المعاند أو المشوش أو المصفصة أو المشغب ببنقولش إنه كل واحد بيسأل سؤال هو مشوش ومعاند وإن إحنا نستسهل في وصف السائل على إنه هو مشنق ومشوش ومعاند ولكن لا نستبعد هذا الاحتمال عن السائل لازم تبقى منتبه لحاجة زي كده في حوار أنت بتسمعه أو بتنقشه أو بتشوفه تتفهم يعني إيه منبع أو منطلق هذا السائل من سؤال غرضه كان إيه؟ مقربته كانت إيه؟ هل مقاربه كانت إنه هو عايز يفهم ويزيل إشكال معين يعني الجملة اللي بتقول إنه مشورع السؤال لإزالة الاستشكال إنه أنا عندي استشكال معين في زيني فبسأل لإزالة استشكال في زيني ولا أنا بسأل علشان أزرع استشكال في عقول المستمعين حتى ولو هو استشكال فاسد معنى أن الأمر حقيقي فالأمر بالضرورة هيكون مقنع كده في لحظتها لأ ممكن يكون الأمر فاسد ويبدأ يقنع الناس بطرق كتير زي اللي قلناها فبالتالي فبعض الأحيان فكرة الرنجة الحمراء أو التشويش أو إن أنا كنبيل الدخان كده فأعود أفتح مواضيع ملهاش أي علاقة عشان أشوشك وأشوش أزان المستمعين أن هم يسمعوا شيء مفيد أصرف الناس عن الشيء المفيد أعرف اللي هو ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أعود أسقف كده ويصفر وأعود أشوش على الناس إن الشيء الشيء الكويس أو الشيء المفيد أو الشيء اللي هم عايزين يعني اللي هيحتاجوه فعلا في حياتهم أنا بتدايق بتدايق من ده بتدايق إن هم يروحوا للشيء المفيد فأفتح أي نقاش في أي موضوع حتى لو اتقطعت فيه حتى لو طلعت غلط تماما فيه بس المهم إن اللي قدامي يفضل ذهنه ملهي ومنصرف تماما عن إن هو يقدم طرح مفيد للناس ويفضل منشغل هو فلان قال إيه والروم اللي ترعت مبارحة قال فيها إيه علشان نفتح روم إنه هده نرد عليها فلما نفتح روم يترد عليها يبعت لك ثلاثة أربعة يشغبه ويشوشه ويفتحه قصة جديدة في الروم دي علشان يتنسج عليها موضوع تاني نطلع نتناقش فيه وبعد ما يتناقش فيه تقوم إيه فاتح روم ويبقى هو ماسك اللجام وعمال بيسوقك وإنت مش فاهم أي حاجة كل القصة إنه هو عمال بييرمي لك قنابل دخان كل ما تخرج من واحدة تخش في التانية تخرج من واحدة تخش في التانية لحد ده ما فجأة تلاقي نفسك وصلت بحتة أنت مكنتش عايزة توصلها أصلا لأي نفسك وقف في مكان أنتش عارف وقف فيه سبب إنه كل شوية يرمي لك قنبلة تنجرف معاها وتنصاك وراها وإنت مش متصور إيه اللي بيحصل وبالتالي يجب أن تتبه كمحاور أو كمستمع أو كمشاور مشارك أو كمروج لأي أمر أو واحد بتدخل رومات تنتبه الروم دي الهدف من هي هل هتديني فعلا قيمة منفعة ولا الهدف منها التشويش على حاجة مفيدة الهدف منها التشويش على يمكن روم تانية هتقدم لك معلومة مفيدة الهدف منها التشويش عليك إن انت كنت تروح تذاكر أو تعمل شيء مفيد فعايز يشويش عليك ويقول لك لا 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 ما تروحش عايز يشغل بالك يشغل عين تحروا عين الناس واسترها بوه عايز يسحر عينك ويصرفك عن الحقيقة بأي شكل من الأشكل لازم أنك تنتبه لده وتعرف مقروبة لقدمك إيه وكثير من الأحيان بإلهدف التشويش ويإلهاء الناس عن أمر مفيد أو ما يفيدهم ويفضل الناس دايما منغمسين منهمكين في أمور تافهة ليس لها أي معنى وليس لها أي ثلاث نوع الدول هنتكلم عنهم أكتر وهمثلكم بيه يعني هوضح لكم بأمثلة أكتر فيه في بعض الأحيان برضو يعني الموضوع بيقاش عند كده عند التشويش والتشغيب وكده في بعض الأحيان حب الظهور والشهرة وإن الإنسان يحس إنه هو حاجة وتضيف لده التلميع والتعظيم ودي مواقف أنا شفتها كتير يعني في بعض الأحيان من الطرفين نحن نقول أي أن كان الطرف اللي بيناقش الشخص بيحس إنه هو منعدم القيمة وما لهش أي معنى وما لهش أي هدف مش لاي حاجة عاملة أو هو متدايق وحاقد على إن الناس كلها شايفة بعض الناس إنه هم ناس عظماء وناس ليهم هدف وبيعملوا شيء مفيد لكن هو تفه وعلشان يبقى يعني زيهم كده أو بيعرف يتكلم أو عنده حاجة مفيدة أو يقدر حاجة يقدر يقدمها للناس الموضوع ده محتاج مجهود وفيه ناس بتبزل المجهود ده وبتحصل على النتيجة المطلوبة بعد ما بتزل المجهود وفيه شخص مش عايز يبزل المجهود ده ده بقولك لا تفترض إنه كل الناس بتسلك نفس الطريق فيه ناس بتسلك طريق الحق عايز ياخد حاجة معينة فبيروح يشتريها وحد تاني عايز ياخد حاجة معينة فبيروح يسرقها بلاش تفترض إنه كل الناس لما تعوز الشيء ده هيروحوا يشتروا وهيدفعوا المقابل بتاعه ببلاش تفترض إنه كل واحد عايز يبقى زقيمة كده وبيقدم علم الناس نهو هيتروح يتعلم عشان يعلم الناس شيء مفيد لا فيه واحد يسلك طريق تاني خالص هيروح يعمل نفسه بيفهم ويجيب ثلاثة أربعة يطبلوله وأنا العظيم وأنا اللي بفهم ويقعد يتكلم في الموضوع وهو مش فهم فأي حاجة علشان ياخد في الآخر الكريزة أو الحاجة اللي كان نفسه فيها إنه هو يشار إليه بالبنان ويتلمع ويبقى حاجة عظيم نهايك عن إن في بعض الأحيان التلميع دوا تلميع بعض الناس بيبقى أمر مستهدف برضو المقارب أخر إن إحنا لما نلمعه وأنه النفلان ده هو المتخصص في الفيزياء أو في الكيميا أو في الرياضة أو في البيولوجيا أو في مش عارفه لما نهيل هذه الهالة على هذا الشخص ونصوره في مقام إنه هو الطرف المناظر والطرف المتخصص والطرف العالم الأستاذ في المجال ده طبعا أنت في الجالب ولا بتبع عارف اسمه ولا بياناته حتى لو عارف اسمه وبياناته كل مؤهلاته هو المعلومات اللي حتطلك في البيو وحتى لو هو أستاذ أو متخصص في المجال فممكن يكون ماشي هو متخصص لكن الكلام يقوله غلط استخدالا لي بس إنه هو متخصص أو كده فبغض النظر عن كل الكلام ده فبعض الأحيان بيبقى الهدف هو التلميع عايزين نلمع فلان ونبين إنه هو الأستاذ في المجال فلان فعنستضيفه في حوار في المجال فلان ونطلع اتنين تراتة مش فاهميه في المجال فلان وهو يقرأ له كلمتين من ويكيبيدي علشان يطلع يتكلم بقى وكده وينظر مرة واثنين وثلاثة فيلتصك في ذهنك وكأن فلان ده هو المتخصص في الشيء الفلان فلما يطلع بعد كده مع نفسه يتكلم في أي حاجة تتوهم إنه هو متخصص في المجال ده وأكيد ما بيقولش جهل وخطأ مثلا في أحد النقاشات وأنا عتبت على الطرف المسلم إنه هو شارك فيها أو شاء أو موضحش فيها شارك فيها موضح كان لازم ينتبه لحاجة ذاك دخل أحد الأطراف وهو يعني يحظه من العلم في المسألة اللي هيتناعش فيها تحت الصفر وأنا علم ده وأي واحد متخصص يعلم ده وكانوا بيتكلموا على ما أظن في مسألة وجود الله أو أو أمر علمي والله مش متذكر للمسألة قبر علمي أو حاجة في وجود الله حاجة زي كده يعني نقاش ما بين العلم والدين أو في وجود الله في مسألة زي المسائل دي وكان الشخص ده الشخص اللي جاي يتكلم يناقش في المسألة طبعا فيه شخص متخصص في المسألة دي متخصص في علوم المنطق والعقيدة والحاجات اللي زي كده والطرف الثاني ده يعني أنا آسف بسطرة الله فارسي يعني ما بيفهمش أحيك 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 بس هو كان بيوهم الناس وقلهم أنا دارس فلسفة ومنطق ومتخصص في علم المنطق والفلسفة والكلام وطبعا هو أجهل ما يكون في ده ولا يفقه فيه كلمة ففي نص الحديث تطرق الموضوع للمنطق والكلام عن أمور منطقية علشان يثبت له دعوة فبدأ الطرف المؤمن يوضح بعض الحاجات المنطقية والعلوم المنطقية واستدلالات وطرق الاستدلال المنطقي ومش عارف فيه كده فالتاني كان قاعد مبلم تاني كان قاعد حرفين كده فتح بقه ومش فاهم حاجة وبدأ يبدو عليه ملامح ان هو بيتهته يعني ومش فاهم حاجة فبعض المتحدسي بعض المتابعين تحت لحظه ده وبدأوا يكتبوا يعني طب وإيه المفروض ان انت يعني متخص بتاع فالشخص بقى تعصب حابتين اللي هو الطرف اللي مش فاهم أي حاجة في المنطق يعني تعصب حابتين وقالوا أنا معايا ماجستير في المنطق تحب أوريك أبقى طلع لكم الشهادة ووريكم هنا معايا ماجستير في المنطق ومش عارفة وقعد بقى يتناعش وهارت طبعا هنا الطرف المسلم كان محترم حابتين يعني ومحبش يقرس عليه فقال له طبعا أكيد حرتك عارف الكلام ده وبتاعه مش عارفه وقال له أيوة أيوة وبتاعه كده للأسف هنا برضو أن أنت تتعامل طبعا ماشي ما فيش مشاكل أن أنت تتعامل بزوء مع الطرف اللي قدامك بس لما يكون لهدف تلميع الشخص ننفعشه وتشارك في معصية زي كده وتلمعه وتضعه فيه منصب الدارسين أو المتخصصين في المجال ده بمناقشتك معاه وبإيهام الناس أنه هو فعلا متخصص أو متطلع على الحاجات دي وهو يجهل تماما الأمور دي وليس له أي أثارة من علم خاصة أنه أن الشخص مصمم على أنه يقدم نفسه أنه متخصص في الموضوع ده أو فاهم أو عارف في الموضوع ده بأي شكل مشكال فمهم هنا هو أن تبينه وبرضو فيه فرق ما بين واحد متطلع يعني ممكن يكون عنده معلومات في الموضوع بس معلوماته مش كاملة مش الدور أنه نحرجه وأنه نبينه هو مش فاهم لا عادي يعني في حالة أنه هو شخص عنده بعض المعلومات فعلا وبيحاول يوضح للناس ويشرح الناس بس مش عارف كل حاجة مش بضروري أنه أنا عاود أطلع له أي غلطة وقول شوفه هو بيتكلم مثلا في الفيزياء وغلط في كذا وقارد الإنسان يغلط وقارد الإنسان ما يكونش عارف كل حاجة آه ده مش أزمة بس الأزمة لما بيكون الإنسان مش عارف أي حاجة خالص في الموضوع ويصدر نفسه لأنه هو متخصص وبتاعه ويقرأ له كلمتين ويعمل لسه فيه هنا ده بيبقى أمر الغرض منه مش نافع الغرض منه مش ظريف فدي في بعض الأحيان بيبقى الهدف التلميع والترويج لحد وإن أنت تضع إنسان كده في موضع غير موضعه وأنا شفت ده كثيرا 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 بعض القنوات بتقوم كاملة على شخص معين إن ده اللي هيكلمكم مثلا في الكيميا أو ده اللي هيكلمكم في البيولوج وبيتم الترويج لده وبيتم تكاتف كل الناس إن عايز بيولوجي يروح لفلان عايز كيميا يروح لعلان عايز فيزياء يروح لترتين وهكذا بقى من خلال الحوارات والنقاشات والطرحة علشان تبقى أي طيب خلص أنا عايز بقى معلومة في الشيء الفلاني يبقى هروح لقناة فلان علشان أعرف لأن كل الناس شاهدوا أو أغلب الناس شاهدوا له إن هو متخصص في ده فمش عقول كل الناس ده البهائم وأنا اللي مش عارف وفعلا بيحاول يضع في نفسك قدر بن الرهبة بقى تجاهه ده فلان ده بقى هو عظيم القوم في المسألة الفلانية فتبدأ تخاف إنك تروح تنقشه المسألة دي لأنه متخصص في ده وهو أجهل من الجهل في المسألة دي عرفيا أجهل من الجهل يقعد بس يكلمك بهدوك كده وبعاله براوية بس يحسسك أنه بقى الفاهم والمتخصص في المسألة دي وهو أجهل من الجهل في المسألة دي فدي نقطة تانية يجب أن أنت تنتبه لها حب الظهور والشهرة وأنه هو يعمل من نفسه شيء وهو لا شيء والتبجيل والتعظيم وتلميع بعض الأشخاص في المسألة دي وبعضة حين العكس بالهدف التشهير والتشويش على الناس والإساءة للأشخاص في كتير جدا تلاقي مثلا فيديوهات الرد على فلان الفلانية وفلان فلان دي يكون متخصص في الشيء ده ويعود يتناول كلامه بطريقة خاطئة علشان يصرفه ذهن الناس عنه ويهيئه للمستمع وكأنه مش فاهم في الموضوع أو كأن كلامه غلط أو كأن الشخص ده سيء أو كأن كذا وكذا 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 فزي ما بيكون فيه تشويش للفكرة أو تلميع للفكرة يبقى في بعض الأحيان الهدف مش تشويش للفكرة ولا تلميع للفكرة يكون في بعض الأحيان الهدف تلميع لشخص أو تشويش على شخص أو إهانة لشخص أو صرف الناس على شخص فده بيبقى في بعض الأحيان أحد أهداف الحوار مرتك لازم تبقى منتبه أن في بعض الأحيان بيبقى الهدف من النقاش والحوار في مسألة المقبلة يعني مثلا في بعض الأحيان أما يجيبوا سيرة الشيخ الشعراوي كل شوية كده ويعودوا يشتموا فيه ويقاحوا عليه طب ليه الحكمة؟ طب أنا هفترض يا سيدي إن الشيخ الشعراوي قال كلام معين مش عاجبك والكلام ده في الجالب ما بيعاش جايبه من عنده يعني الكلام ده بيموجود في كتب كتير تانية دي دايماً بتلاقي بيستهدفوا الشيخ الشعراوي قدموا على الشيخ الشعراوي بحاولوا يشوف الشيخ الشعراوي أصل الشيخ الشعراوي إلى الكذا ليه؟ عشان ليه قادر من المحبة كبيرة جداً في حدوب المصرية ولو بالناس عم تا فالناس بتحبوا جداً جداً وكانوا بتسمعوا كل صلاة جمعة ويسمعوا له في التفسير والشيخ الشعراوي ده يعني كان إيه؟ يعني مش مجرد حد بيفسر القرآن أو مجرد درس ديني أو بتاع لا حاجة كده بتقتنس بيه يعني ربنا كده كان بيديله حتى كانوا بيطلقوا عليه فعلا أحيان إن هو يعني المجدد أو إن هو الحديث بتاع يعني كان هو صحيح ولا ضعيف يعني إن ربنا بيبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد للناس دينهم فكان قال لك يعني إن الشعراوي ده مجدد العصر يعني وإن هو يعني إيه بدأ يحبب الناس في القرآن وفي تفسير القرآن بالطريقة بتاعته وبالطريقة الهادية بتاعته فبدأ المنتق إن الشعراوي فصر مثلاً بتالي فصره بتاع 26 جزء من القرآن أو آآ تاني واحدة فبدل ما إن الناس آآ بدل ما كانوا الناس بيعودوا يسمعوا للشيخ الشعراوي يبدأوا يحبوا تفسير القرآن ويأخذوا تفسير القرآن بدل ما هو كان يحاولوا يرؤوا من كتاب أو كده أو يعني مصادر معينة أو كلامي يكون تجيل على قلبهم بدأ يقدم لهم بطريقة محببة وبأسلوب محبب بسيط يفهمه حتى يعني حتى لما كنت بشوف الشيخ الشعراوي كنت بتلاقي بعض الناس اللي بتسمعوا قدامه ناس بسيطة جداً يعني ناس رجل فلاح رجل عادي جداً بسيط بيقعد بيسمع له وبيتمزج كده وبيستمتعه وبيفهم القصة بيفهم القرآن كحدودة أو ككسة فكان ليه أسلوب بجانب تخصصه إنه متخصص في المجال ودارس ليه ومطلع ليه ويعني متمكن منه إلا إن أسلوبه البسيط وطرحه البسيط وطريقته البسيطة وطريقته إنه هو يحكي الحدوتة ويجيب من هنا ويجيب من هنا الموضوع يبقى أشبه لك بحدوتة قد إيه كان وقعه وطريقة بيانه لطيفة للناس ومحببة للناس طب إحنا مش عايزين مش عايزين نشوهش الرمز ده بدل ما يبقى فيه رمز الناس تكتمع عليه ويبقى فيه رأس كده الناس تلتفح حولها لا إحنا عايزين نشوهش ده بيبقى دايما الطعن لما يبقى فيه جملة معاناة خاطئة بدل ما يجيب لك سبعة ألف واحد قالها وقولك إن الجملة خاطئة أركز على الجملة أقولك لا الشيخ الشعراوي ده اللي قال مثلا في اليوم الفلاني كذا واللي قال في اليوم العلاني كذا ده بغض النظر حتى إن الجملة اللي قالها دي غلط ولا مش غلط يعني ممكن الجملة دي بتوقعش غلط بس الهدف إن أنا أشوهش على الشخص الهدف إن أنا أعتبر إن الشخص ده يعني مالوش أي قيمة ووحش الانتقاص منه طب هاب يا سيدي إن هو قال جملة غلط ده معانا إن كل كلمته غلط ده معانا إن إحنا الشيطانه إن حديثه اللي هو لما بيطلع شرح وتفسيره للقرآن كل يوم جمعة لما عاود أسمع السلاسل دي وقعد أقتنس بيها كده حتى في آيات عادية خالص ولا لي علاقة بقى بأي حاجة من الحاجات اللي هم مدقيين منها حتى حاجات في قصص القرآن عادي قصة سيدنا موسى مثلا ولو قصة سيدنا يوسف مثلا لما أسمعه هو بيشرحها أو الحاجة ولا أسمع له حاجة يعني ملهاش علاقة خالص بأي أمور في شؤون الحياة أو تشريعات الحياة خالص هل ده يشوش لا يؤلل منكمته في حاجة فهو لا الهدف الانتقاص من أي رمز أو أي حد تقدر تتعلق بي وتشوف إن طرحه مفيد أو بيقدم لك حاجة مفيدة بالرغم إن هو ممكن يكون عنده بعض الأخطاء الهدف التشويش وصرف الناس عنده وتشويهه ويعني إن هو يبقى منطفق في ذهنك بقدر الإمكان فتنتابه لده إن زي ما فيه حد بيلمع ممكن يبقى فيه حد بيشوش والهدف في الآخر أو يعني النتيجة في الآخر إن ده بيبقى أمر بقى نافع أو زاقيمة لما أنت تكون بتشوش حد بيحاول يقدم لك قيمة أو بتلمع حاجة في الآخر ها يبقى فيها قادر من التفاهة والسفاهة ولا لها أي من فدي بعض الأدوات أو بعض النمازج ليه للحوار زي ما قلنا الهدف الرئيسي في الحوار هو استخدام المعلومات لكشف عن مجهولات أي حد بي عايزة لأخوانا يرفع إيدوه يعني هادي مضخص حد عايزة لعينائش ما فيش مشكلة الهدف دايما من الحوار إن إحنا نستخدم المعلومات لكشف عن المجهولات وبالتالي ده الهدف الرئيسي من أي حوار إن أنا عايزة أستخدم بعض المعلومات لكشف عن مجهولات فبالتالي بيكون عندي طرفين كل طرف بيقدم معلومات للطرف الآخر عشان نكشف عن بعض المجهولات ونزيل المجهولات عن المستمع عن أذن المستمع فده الهدف الرئيسي اللي المفروض بيكون هدف للطرفين وهدف للناس اللي دخلها علشان تسمع ده وعلشان تستفاد من ده تجد بعض الحوارات مش هدفها ده أبدا طبعا لحيانا بيبقى التسليل وتضيع الوقت إن أنا أضيع وقتك طبعا لحيانا بيبقى الترويج لفكرة معانا فكرة دي ممكن تكون سفيعة جدا خاطئة تماما ترفضها النفس البشرية تماما بس الهدف إن احنا نتناقش فيها علشان يتوهم المستمع وكأنه نقاش من مجموعة من العقلاء وبدل ما كانت الفكرة في ذهنه هي الرفض التام وهي إن أكيد غلط بدأت تقول بدأت تبقى في ذهنه في فكرة والله ممكن تبقى صحة ممكن تبقى غلط إن هي تندرج تحت دائرة مجموعة من العقلاء كانوا يتناقشوا في المسألة الفلانية وفلان كان ليه رأي والتاني كان ليه رأي وكأنه خلاف مستساخ علشان نشيل خالص فكرة إن فيه أمر اختلف فيه ويظل الخلاف يعني إيه سبب إن احنا مش قادرين نكشف عن حقيقة الأمر وفيه موضوع تاني بنختلف فيه والخلاف ده لا يغير أبدا من حقيقة الأمر وإن الحقيقة ثابتة مجرد إن انت الحقيقة ثابتة في الأمر ذات نفسه يعني يعني إن الحقيقة مش إحنا اللي أطفناها على الشيء لا ده هي ثابتة في الأمر ذات نفسه دايما بقول لك حط الاحتمالين في ذهنك إن فيه حاجة اسمها خلاف مستساخ خلاف معتبر خلاف بين مجموعة من العقلاء وفيه خلاف تاني مع واحد غير عقل مع واحد بينازع في حقيقة بس حط التصورين إن الاحتمالين موجودين بغض النظر هينطبق على مين وإن مش هينطبق على مين حط بس إن فيه ده إن ده موجود ويبدأ اجتهد لو لقيت فعلا واحد هدفه من النقاش إنه يروج لفكرة خاطئة تماما غير مستساخة أبدا غير منطقية وغير سليمة تماما يبقى تنتبه لده وتتصرف على أساس ده إن ده موجود وفيه ناس بتعمل ده وفيه ناس بتوارس ده وقد يكونوا كثيرين أو قد يكونوا أغلب رومات اللي بتدفع وزي ما ممكن يبقى فيه ترويج لفكرة جديدة إن أنا شوش على فكرة معينة موجودة عندي وإن أنا يعني أهيل التراب عليها ويعني أصرف الناس عنها ومن الناس ما تقتناشي بيها وأقلل من قيمة وده بطرق كتير أو كمان إن أنا ألهي الناس عن إن هم يعملوا شيء مفيد فخلي الناس دايما في حالة جدال في أمور تفه أمور ما لهاش معنا عرشان الناس دايما يستهلكوا في الحاجات دي فما يقدموش شيء مفيد للناس ما يبقاش عندهم وقت يعملوا حاجة مفيدة يبقوا عاديين في نهم ولهس إن هم عاديين بيردوا على حاجات ما لهاش معنا أحد لو مثلا من وجهة نظري الفيديو أنا مش شايف لي كان أي فايدة في الموضوع فيديو زي اللي أنا حطه بين فوق بيكلم عن حاجة مش في دماغي الناس نهاية فلما لوش أي أساس من الصحة طب لا دا في حتى تطلع ودباين إن هو مش فاهم يعني إيه كلمة نجاسة مش فاهم أي حاجة في أي حاجة جميل بعد ما باحد ما أنت قلت ووضحت جرك لإيه ودخلك لإيه ودخلت في نقاش في موضوع عامل زي موضوع ولا ليه أي قيمة ولا ليه أي معنى ولا ليه أي استفادة ولا أي حد يستفاد منه في أي حاجة بس يلا انجروا في نقاش حاجة زي كده يلا نخلي الناس تبدأ ترفض حاجات معينة أساسية في الدين وما يدارش ينفكر عليها بس نبدأ نشوش على الناس دا نبدأ نصرف نفوس الناس عندها وممكن هنبقى نتكلم في الموضوع دا أكتري فده حاجة حاجة تانية حب الظهور والشهرة وإن هو يبقى مبسوط حب الحديث إن هو عايز يتكلم وخلاص التشهير والخوض في الناس والتقليل من الناس أو التبجيل والتعظيم لأطراف أخرى لشان ما بقاش طولت على الناس وتكلمنا كتير ناخد بريك كده نسمع أستاذنا اللي معنا وبعد كده نرجع نعيد تاني أو نوضح بعض الأمور بفضل أستاذ الفاني مش عارف إسمك